أعلن وزير المالية أحمد كوجوك خلال مؤتمر صاحفي نتائج الأداء المالي لعام 2023-2024 وأوضح وزير المالية أن الأولوية الحالية هي تحسين خدمات للمواطنين والعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين كما شدد كوجوك على ضرورة تحسين أداء الاقتصاد وتنفسية مجتمع الأعمال وتحسين مستوى المعيشة ترجمة نانسي قنقر